اهلا بحضراتكم من جديد كأس العالم الاندية هو حديث الاهلوية ان شاء الله برغم الظروف الصعبة لكن ان شاء الله احنا متفقلين برضو عايز اتكلم وصلة الضوء عن الناشئين اللي كانوا او هيكونوا موجودين ان شاء الله في كأس العالم الاندية في القايمة عندنا لعبة الفترة اللي فاتت لعبوا في كأس الربطة خادوا خبرات ان شاء الله هيكونوا موجودين ودي تجربة مهمة جدا ليهم لما يبتدي حياته بمحفى العالمي زي كأس العالم للاندية خبرات كبيرة جدا حاجة هتتحط في تاريخهم وفي سيفي بتاعهم النهاردة لما نتكلم عن محمد فخر وزياد طارق اللي ظهروا بشكل مميز جدا في بطولة كأس الربطة عندنا احمد اشرف الباكليفت اللي لفت الانظار لاعب صغير مدافع قوي وكمان مميز برجل الشمال في نوع الهجومية وعمل كمان الهدف اللي جابه زياد طارق في مباراة الماولين عايز اتكلم عن حراسة المرمى حراسة المرمى مع علي لطفي عندنا النهاردة تلاتة من قطاع الناشئين مصطفى الشبير مصطفى الشبير اللي بيقدي ماشاء الله مستوى الترائع ونقول له الحمد لله على السلامة عندنا ايضا حمزة علاء للعب المباراة الاخيرة وبرضو ظهر بمظهر جايج جدا وعندنا اصغر لاعب في البطولة مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي اشتراسة نادي من الترسانة موجود برضو مع بعثة النادي الاهلي نتمنى لكل الناشئين ان شاء الله يعني التوفيق اي حد فيهم ياخد فرصة ان شاء الله يستغلها وتبقى بداية خير بالنسبانه هنروح بقى للبرتغال البرتغال ومعنا دلوقتي عبر سكايب واحد من اهم خبراء قطاعات الناشئين في اوروبا مستر خوسي لويس فيديجال مدير اكاديميت سبورتنج لشبونة البرتغالي في البداية بنرحب بك مستر خوسي مساء الخير للجميع واحيي جمهير النادي الاهلي وجمهير شاشة كنات النادي الاهلي أنا سعيد لتوجود على شاشة كنات الاهلي واعتقد ان الاهلي يمر بفترة كبيرة وفترة عصيبة لكن الاهلي يتطور وبراعم الاهلي تتطور وشاهدت البعض منهم في المبارات الأخيرة بتتابع النادي الاهلي بشكل جيد مستر خوسي بالطبع نتحدث عن واحد من اعظم الانديها في قرية افريقيا والثاني اكثر الانديها تطويقا بالبطولات في العالم الاهلي اتنين وارفعين بطولة للدور المصري نتحدث عن سبعة وثلاثين الكأس مصر بطولات كثيرة لافريقيا عشر بطولات في افريقيا الاهلي معروف هذه ارقام اذا ما ذهبت الى الانترنت ستجد تاريخ الاهلي تاريخ عظيم يتحدث عن نفسه واعتقد ان كابتن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يرسل دائما لي الرسائل من مصر وانت بتتكلم بقى كواس انك كلمتنا عن مستر كيروش شايف المستوى اللي بقدمه في الكرة المصرية ازاي وشايف كمان الموجهة المرتقبة القادمة امام منتخب الكاميرون هتكون موجهة برتغالية مستر كيروش امام انتونيو كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون وهو ايضا برتغالي سراء سوف تكون موجهة كبيرة جدا انا احد تلاميذ مستر كارلوس كيروش عندما كان في اكاديمية سبورتينج لشبونا ولعبت معه عندما كان مدرب لسبورتينج لشبونا وفي اكاديمية سبورتينج لشبونا وكنت معه في فترة معاشا في ايطاليا عندما كان كارلوس كيروش في ريال مدريد وكان في الجالاكتيس ريال مدريد العظيم لذا اتحدث عن مباراة سيمي فاينال منتخب مصر امام الكاميرون ستكون مباراة كبيرة عظيمة جدا بين المدرستين برتغاليين لكن اعتقد ان كارلوس كيروش سيتفوق على انتونيو كونسساو في المباراة القادمة لمنتخب مصر امام الكاميرون والان اعتقد ان كونسساو وكيروش سيقومون ب مباراة عظيمة طاليك بمنتخب مصر ومنتخب الكاميرون وبطولة افريقيا كارلوس كيروش لديه اسماء عظيمة في المنتخب المصري مثل محمد صلاح صلاح يصنع التاريخ واتمنى ان يصنعه مع منتخب مصر واعتقد ان محمد صلاح في اي فريق يمكن ان يحدد نتيجة المباراة اكاديمية سبورتجلشبونا من اهم الاكاديميات الموجودة في اوروبا ابرز النجوم اللي اكتشفهم مستر خوسيه وادهمهم للكرة البرتغالية وايضا للكرة الاوروبية اكتشفت العديد ولكن استطيع ان اقول لك ان اكاديمية سبورتجلشبونا قد خرجت العديد من العظماء مثل كريسيان رونالدو ولويس فيغو لكن عندما تواجدت انا في الاكاديمية سنة 2010 اكتشفت نونو منديز لعب باريس سين جرمان وجواو ماريو لعب انتر ميلان ايريك داير سنتر باك توتنهام والمنتخب انجلترا وسيميدو لعب منتخب البرتغال وهو سنتر باك كوي والذي عاد من اولمبيا كوس لازابيلا بورتو ثم بنفيكا لدينا العديد من المناجم العظيمة في سبورتجلشبونا التي استفاد منها النادي على الناحية المادية ومن ناحية مساعدة الفريق الأول سبورتجلشبونا اكاديمية عظيمة لديها اسمها وتستطيع ان تجد العديد من المناجم في هذه الاكاديمية لكن الاكاديمية لديها اعمالها ونحن لدينا خطة نعمل بها على مدار سنوي واتمنى توجيه بعض النصائح لمدير الاكاديمية الافريقية والعربية خاصة ان على احد اعظم القنوات واعلم ان قناة الاهل لديها متابعة يجب ان تهتموا بالبراعم ويجب ان تهتموا بالناشئين لان الشباب والبراعم والاشبال من الممكن ان يصنعوا العديد من البطولات اذا ما لقوا اهتمام عظيم من مدير الاكاديميات ومدير الناشئين لذا نصيحتي يجب ان تشاهدوا البراعم يجب ان تعطوا الاهتمام من الاشبال يجب ان تعملوا كثيرا مع الناشئين لان هم المستقبل وسيوفرون عليكم اموال كثيرة يجب ان تضخ هذه الاموال في مصلحة النادي انت تتحدث الان عن عظماء التي قد ذكرتهم وقت اكتشفتهم ضخف العديد من الاموال لسبورت انجليش بونا النادي ساعد النادي سبورت انجليش بونا لديها العديد من البطولات استفدنا منهم من الناحية المادية ومن الناحية الرياضية وانا اعلم ان مع نجم للنادي الاهلي سابقا وتهتم ايضا من ناشئين يجب ان تقول هذه النصائح لمدير الاكاديميات العربية ومدير الاكاديميات الافريقية لان اللاعب العربي لديهم كانيات عظيمة ايه النصيحة بقى لقدمه ميستر خوسيه لللاعبين بقى لللاعبين في اقطاعات الناشئين سواء في مصر او في افريقيا او في العالم كله خاصة ميستر خوسيه عنده خبرات كبيرة جدا في اكتشاف النجوم والمواهد سؤال جيد بالنسبة لي انا ولدت في افريقيا انا اصولي افريقية ولكن ذهبت من افريقيا الى اوروبا وصنعت المجد وفست بالعديد من البطولات ولعبت للمنتخب الايطالي سوري للمنتخب البرتغالي لكن اقول للشاب او اقول للناشئ يجب ان تحلم ويجب ان تكون واصف من امكانياتك وقدراتك ويجب ان تستمع دائما لنصائح المدير الفني يجب ان تتعامل مع الاكاديمية كمدرسة تتعلم العديد من الاشياء اذا كنت بلعب مباراة جيدة لا تقول سوف اكون الافضل في العالم لانك لم تسمع شيء يجب ان تعمل كثيرا يجب ان تستمع لنصائح اللاعبين الأكبر منك سنا لان لديهم العديد من الخبرات كتستفيد بها يجب ان تسمع دائما لمديرك الفني لان مديرك الفني مثل والدك هو يريد مصلحتك في الاول وفي الاخر يجب ان تستمع لنصائح عظيمة مثل محمد صلاح لساديو ماني يجب ان تدرس هذا يجب ان تستمع لهؤلاء كيف كانوا وكيف اصبحوا اسمع جيدا للنصائح للمدير للخبراء للنصائح العديدة للأكبر منك عمرا وكبر منك سنة وسوف تصبح مثلهم يجب ان تكون متواضع وتصق في امكانياتك بنشكرك شكرا جزيلا مصر خسيع على النصائح الغالية دي لابنائنا فيه قطاعات الناشئين بشكره شكرا جزيلا نروح لفاصل وبعد الفاصل استقبل ضيفي الاول محمد احمد بيسو لاعب النادي الاهلي المحترف في زيسكوف التشيك